سيما إحنا لما نتكلم على مدرب اسمه بيولي يمكن من مميزاته يقول لك مميزتين حتى في تاريخه كله أنه يحضر للفرق اللي عندها أزمات وجماهيرية ويخرجها بسرعة من الأزمة اللي فيها لما تتكلم على العند لما تتكلم على ميلاد تتكلم على تقلاتسيو وههم مجرة لذلك هو يعيش التجربة هذه يعني أنت لما جبتها إذا صح إذا جبت المدرب هذا وتبغى حلو سريعة بصراحة مدرب مرحلة جيد جدا ولكنه مو مدرب استراتيجي تبني عليه استراتيجي يعني مو مدرب الكبير ممكن الاختيار هذا أنا بالنسبة لي القواعد اللي تأسست عليه إذا هو بيكمل بس موسم فقط في أكثر من رائعة لأن المدربين الكبار لما تجيبهم نتكلم مثلا على غاياردو في الاتحاد مدرب كبير صاحب بطولات وعظيم ولكنه لما جاء في الاتحاد عندها فكار معينة جاء بيطبقها ما يلقى الأدوات اللي عندها بخلاف بيولي في تجاربه مدرب مرن تكتيكيا ويحاول يشكل التكتيك والخطة بناء على اللاعبين اللي موجودين عنده بتعامله أكثر من رائع مع اللاعبين الشباب بتعامله برضو مع النجوم جيد جدا يستطيع أخراج أفضل ما لدى اللاعبين كل هذه أنا أتكلم فيها عن خلال بحث للمدرب هذا والمميزات اللي هو فيها لذلك أنا بالنسبة لي استراتيجية لازم تجيب طبعا مدرب كبير هو اللي تبني عليه الهوية اللي عندك ولكن في المرحلة هذه فعلا مدرب مرحلة بيولي وبإذن الله يعني نشوف مبارات جميلة جدا وشوفنا هذا النصر يعود وهجة ومتعته اللي حنا تعودنا عليها في موسم الماضي بخصوصا